اللي بيبقى مركز في الكتاب والمذاكرة ويطلع الأول والأول والأول في الآخر بيشتغلوا عند سي اللي هو زي حضرتك اللي بيبقى قاعد مركز في التفوق الدراسي بيبقى أولا حارم نفسه من بعض الحاجات اللي بيعتبرها تفحة وهي في الحقيقة مكملة للشخصية زي ما قلنا وبيتعلي self-awareness اللي بيبقى بقى بالشكل ده بيكون غالبا هيخلص هيبقى معيد هيبقى دكتور في الجامعة فيبقى بيسلك سكة أكاديمية ما هياش الحياة دينا عند A C هو اللي هيبتدي يبقى بيطور نفسه لأنه هو اكتسب مهارات متعددة شخصيته بقت معقدة خلينا سميها كده لأنها فعلا بتبقى كده وقادر يتعامل مع مواقف مختلفة